في فبراير الماضي يا سيد أنتيكوف أجري استطلاع للرأي اختار فيه واحد واربعون ممن شملهم الاستطلاع أنهم باتوا الآن يفضلون تنحي الرئيس بوتين هل لديك التعليق؟ التعليق بسيط وهو السؤال من أجر هذا الاستطلاع الرأي؟ يعني هو استطلاع الرأي أشير إليه في كتاب تيموثي فراي أو في دراسته يعني أنا لا أتصور كيف يمكن أن نعلق على مثل هذه الاستطلاعات الأرابة بسبب أن لا يمكن أن نعاول على مثل هذه الاستطلاعات هناك الاستطلاعات الرأي يقولون شيء آخر يمكن أن نقول بكل صراحة لنكون صالحين اليوم كان هناك بعض الاستطلاعات الرأي تقول بأن الحزب الحاكم حاليا في روسيا روسيا موحدة لاحظة شعبية ليست كبيرة في هذه الظروف تقريبا 40% أو ربما أقل من 40% ولكن هنا هذه الاستطلاعات الرأي ولكن الأمر يتغير من وقت لأخر اليوم 40% بعد يوم ستكون 30% بعد أسبوع سيكون 60% نحن لا نعلم كيف ستكون الأمور خلال الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستكون في شهر سبتمبر هذا شيء تاني أنا أعتقد أن على كل حال هناك الشعبية لفلاديمير بوتين موجودة كان هناك مؤخرا قبل بعض سنوات الانتخابات الرئاسية فبوتين انتصر في هذه الانتخابات ومن الطبيع أن هناك الأشخاص الذين ينتقدون ويعرضون رئيس هذا أمر طبيعي برأي شخصي بالنسبة لكل دول العالم هناك لا يوجد دولة في العالم حيث كل شعب يدعم الحاكم أو الرئيس أو المالك أو غيرهم إذن هو أمر طبيعي ولكن في نفس الوقت عندما نتحدث عن المعارضة معارضة مثل أليكسي نوالني كما تفضلتم أنا أود أن أذكر أن على ما يبدو في عامي 2011 كانت في موسكو المظاهرات دخمة قد شاركوا فيها عشرات الألاف المواطنين الروس هذه الأكبر المظاهرات خلال التاريخ المعاصر لروسيا ولكن كلما أنا أشاهد هذه المظاهرات سواء كانت في عامي 2011 أو هذا العام أو قبل سنتين أو غيرها أنا دائما أسمع في بعض الوصائل الإعلامة تنبؤات حول إسقاط أو تناحي هذا النظام القريب هذا الأمر مضحك أنت تراه حربا إعلامية سيد أنتيكوف أنت تراه حربا إعلامية طيب فقط أريد منك تعليقا على أكثر من نقطة وأدعوك إلى لاختصار قدر إمكانك ذكرت أن الانتخابات النيابية مقبلة هي في سبتمبر على ما أعتقد يعني وهي انتخابات نيابية هل تعتبر أن الاختبار الحقيقي لشعبية الرئيس بوتين سيكون في هذه الانتخابات بإجاز لو أمكنك يعني هذه الشعبية الرئيس بوتين مرتبطة بشكل أو بآخر بنتائج هذه الانتخابات بنسبة الحزب الحاكم حاليا وهي روسيا موحدة طبعا اليوم أتخذ القرار بأن من سيمثل هذا الحزب من بينهم هناك خمسة أشخاص من بينهم وزير الخارجية الروسي سرغي لفروف ووزير الدفاع الروسي سرغي شويغو وبعد الأشخاص الآخرين أي هناك محاولات لازديادة شعبية هذا الحزب وبرأي شخصي يمكن أن ينجح يمكن أن يتم توصل إلى النجاح في هذا المجال فهمت لا لا عفوا سيد أنتيكوف عفوا سيد أنتيكوف طيب مركز ليفادا الروسي المستقل كذلك أجل استطلاع مؤخر يعني آخر استطلاعاته تقول أن أكثر من أربعين بالمئة من الشعب الروسي ربما يضطر الخروش في مظاهرات غير مسبوقة في روسيا منذ التسعينيات بسبب ترد الوضع الاقتصادي اليومي المعيشي يعني بإيجاز لو أمكنك أولا أنا أود أن أعلق على مركز ليفادا هو ليس مركز مستقل ولكن كما أعلم هو المركز ممول من الخارج نعم هو يعمل داخل روسيا ولكن هناك تنويل جزء من الخارج هذا شيء شيء ثاني نعم لا أحد ينفي بأن هناك المشاكل الاقتصادية موجودة وهناك مستوى الفقر كبير في روسيا ولكن كما قلت فيها السابق إذا نظرنا إلى ما حصل خلال التسعينات في القرن الماضي فالمستوى الفقر كانت أكبر بكثير مما هو الآن فلذلك بشكل أو بآخر هناك تقدم نعوي في ظروف المعيشية لسكان أو المواطنة الروسية البسيط هذه النقطة الثانية وهي نقطة المهمة بالنسبة لي وبنسبة لي أكثرية المواطنين الروس روسيا تعيش في حالة الهضوء لا تشارك في الحرب الدموية على أراضيها منذ بداية هذا القرن كان هناك الحرب في ششان في عام 2000 وانتهت وبعد ذلك لم تكن أي حرب على أراضي روسيا هذا هو تقدم جذري بنسبة لسياسة روسية ولسياسة بوتين شخصيا